قدرة قدرة هذا آخر موضوع في موضوع القدرة خلينا نتعرف عليه إيش هو قدرة 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 إذاً هو معدل إنجاز الشغل أو معدل انتقال الطاقة لأن الشغل هو طاقة طيب إن two forces do the same amount of work but one does it in less time then the force that completes the work more quickly is considered to be more powerful شو يعني؟ نفرض أنه عندي كتلة خمسين كيلو جرام وجبنا شخصين بدهم يرفعوها مسافة واحد متر واحد رفعها بثانية واحدة والثاني رفعها بخمس دوانية اللي رفعها بزمن أقل شو بنحكي عنه؟ قدرته أعلى فإذن القوة اللي بتنجز نفس مقدار الشغل بزمن أقل نسميها more powerful هذا كمفهوم هلأ بنتعامل معها كتعريف معادلات فأول شيء رح نعرف the average power متوسط القدرة كيف نعرفه if a force F does work WF لاحظ سميته WF عشان أميز أنه هذا الشغل اللي بدلت القوة F مش قوة ثانية on an object in a time interval delta T إذن قوة بذلة شغل على جسم بفترة زمنية هي delta T then the average power delivered to the object is defined as بنعرف متوسط القدرة بشكل التالي WF over delta T وهي نفسها الانرجي اللي انتقلت أيضا على نفس مقسومة على نفس الفترة الزمنية delta T هلا إذا كانت القوة ثابتة كيف ممكن أكتب هذا التعريف WF مين بتذكر شو تعريف الشغل الناتج عن قوة ثابتة the magnitude of F dot the magnitude of delta R مضروبة في عفوا the magnitude of F times the magnitude of delta R times cosine theta ثابتة إذن بصير بهذا الشكل إذن بصير بهذا الشكل هلا طلعوا لي على delta R على delta T شو بتمثل متوسط السرعة إذن هاي V average إذن شو صارت العلاقة the magnitude of F times the magnitude of V average cosine theta هذا الـ average power هلا رح نعرف الـ instantaneous power القدرة اللحظية ها كيف رح نعرفها بالشكل التالي the instantaneous power is defined as بدل ما أخذ delta بأخذ المشتقة D W by DT واللي هي نفسها D E by DT هلا بنفس الأسلوب FF is constant than إذا كانت القوة ثابتة شو بصير عنا P instantaneous بتساوي D by DT والشغل بنفس الأسلوب الناتج عن قوة ثابتة اللي هو نعبر عنه بأنه مساوي ل F dot delta R بما أنه F ثابتة لما دخل المشتقة على القوس اللي عندي شو بصير عندي بصير F dot D R by DT هلا D R by DT عبارة عن مين عبارة عن السرعة اللحظية صح السرعة اللحظية اللي هي D R by DT إذن أصبحت العلاقة F dot V طيب F dot V عبارة عن مين هي the magnitude of F times the magnitude of V times cosine theta where V is the instantaneous velocity إذن صار عندي علاقتين هلا من السهل نتذكرهم ليه لأنه الأولى الـ average power طلع فيها مقدار القوة مقدار متوسط السرعة في cosine theta والثانية اللي هي الـ instantaneous power صارت مقدار القوة مقدار السرعة اللحظية في cosine theta بس يعني هناك الـ average أخذ الـ average velocity والإنستنتانيوس أخذ الـ instantaneous velocity طيب إذا كان الجسم يتحرك بسرعة ثابتة شو يصير عنها motion with constant velocity إذا كانت السرعة ثابتة متوسط السرعة شو علقته بالسرعة اللحظية ما هي ثابتة نفس الشي بأي لحظة تطلع عليه ما هي ثابتة خلص إذن V-Average بدأت تساوي V وبالتالي أصبحت القدرة اللحظية مساوية للقدرة المتوسطة أو لمتوسط القدرة إذن P-Average equals P-Instantaneous تمام خلصنا التعريف هلأ بنتذكر شو الوحدة اللي بنتستخدمها مع القدرة The unit of power الوحدة هي عبارة عن مين أنت بتقسم الشغل اللي هو جول على الزمن جول per second بس هذا بنسمي وات إذن the unit of power is called وات ها هي قدرة الحصان أول exercise على هذا الموضوع بحكينا A person pulls an object with a force of 75 newtons أعطاني القوة If the object moves أعطاني المسافة التي تحركها 42 meters in the same direction of the force لما يكون in the same direction of the force يعني الزاوي بين القوة والإزاحة كام صفر in 3.1 minutes الزمن أعطاني بالدقائق انتبه وبدك تحول إلى ثواني هلأ شو المطلوب What is the average power delivered by the person هذا مباشر يعني بدك تحسب القوة عفوا بدك تحسب الشغل اللي هو القوة في الإزاحة في الزاوي بين هم الزاوي صفر معطيك القوة معطيك الإزاحة وتقسم مع الزمن بس انتبه تحول من دقائق إلى ثواني والإجابة هي 17 What example a 60 kilogram person runs up a long flight of stairs in 4 seconds هذا شخص بيرقض الدرج بأربعة ثواني خلينا نرجع نشوف شو المقصود فيه a 60 kilogram person قتل 60 كيلو جرام هلا بحكي لنا runs up هو بيرقض باتجاه الأعلى along a flight of stairs لما نحكي flight of stairs هو المصطلح اللي يستخدم لما يكون الدرج منتظم يعني كل درجة إلها نفس الارتفاع هذا درج منتظم نحكي له flight of stairs in four in four seconds اعطاني الزمن هلا شو حكالي كمان the vertical height of the stairs is 4.5 meters اعطاني الارتفاع العمودي لهذا الدرج اللي هو 4.5 meters هلا شو شو بده find the average power required by the person in watts and horsepower بده متوسط القدرة طيب هلا هذا الشخص عشان يطلع الدرج بده يتغلب على قوة بتأثر عليه في اتجاه المعاكس مش في قوة بتأثر عليه الاسفل كمان بدي أرجع لصيغة السؤال find the average power required دم يحكي لي كلمة required معناها بيسألني عن أقل الشغل بيحتاجه عشان يطلع هذا الدرج فهو عشان يقدر يطلع هذا الدرج وتغلب على القوة المؤثرة عليه في الاتجاه المعاكس هذا المينام نستخدم العلاقة على طول P average equals WF over delta T بس نتذكر شو القوة بتأثر عليه بتجاه الاسفل the force acting on the person is the gravitational force وين تجاهها هاي هي MG هلأ هو عشان يقدر يطلع هذا الدرج لازم يأثر إلى الأعلى بقوة مساوية في المقدار معاكسة في الاتجاه as a result the person must exert a force that is at least equal in magnitude and opposite in direction to the gravitational force إذن كيف رح يكون شكل القوة اللي بأثر فيها هو بهذا الشكل طيب هاي قوة معاكس اتجاه الجاذبية إذن شغلها شو رح يكون WF equals minus WMG WMG بنعرف كيف نحسبه خلص هاي قصاد بنحسب WMG أول شي من بتذكر شو العلاقة minus MG WF minus Y initial هلا Y initial وين كانت هاي Y initial بناخدها zero وال Y final هي 4.5 متر طبق في الأرقام مباشرة والناتج هو minus 2646 جول بس ما تنسى انت بدك شغل F اللي عبارة عن مين تضرب بإشارة السالب هيك بيطلع معنا 2646 جول طيب نرجع لتعريف الباور ونطبق الشغل على الزمن كم الزمن 4 ثواني وهيك حصلنا على القدرة 661.5 وات تمام هلا هو طالب منا كمان بالهورس باور صح شو نعمل حتى نحاول الهورس باور تذكروا الرقم اللي كان معنا بنقسم على 746 والناتج هو 0.89 هورس باور يعني لاحظ هذا شخص مش عادي قدرته 90% من قدرة الحصان اذا هذا الزمن كثير قصير فهذا بده يكون رياضي ومتعود على هيك السباقات تمام هلا الفرعة الثانية شو بده منا how much energy did this require بده نحسب الطاقة من بحكي للطاقة شو لازم تطلع طاقة اللي انتقلت طيب خلي نحسب ها مع بعض هلا P average equals E over delta T P average حسب ناها و delta T مع نا خلي نحسب هون شو طلعت 2646 جول طلع على هذا الرقم اللي هو شغل القوة وتطلع عليه الانرجي هي نفس هالشغل القوة اللي بدل الطاقة اللي انتقلت هو الشغل اللي بدلت القوة وبالتالي E equals 2646 جول example an object of mass M equals 2 kg اعطاني كتلة هذا الجسم 2 kg is sliding down an incline وهذا بينزلق على سطح مائل that is 30 degrees طبعا M equals 2 kg هلا زاويت ما يلانو 30 degrees above the horizontal هلا انتبه هون مرح سميها ثيتا ليه لاني باستخدم الرمز ثيتا لما اجي احسب الشغل ف سسميها beta حتى ما نلخبط بينها وبين ثيتا سنحسب فيها الشغل beta equals 30 طيب at a constant speed لما احكينا constant speed شو يعني تذكروا معي تسارع صفر اذن القوى المحصلة كمان صفر تمام اذن قوى المحصلة صفر والسرعة مقدارا هي ثلاث متر لكل ثانية اصبح عندي F net X 0 F net Y 0 في جميع الاتجاهات اللي تكون محصلة القوى الصفر شو حكالنا هلا what is the instantaneous power of the friction force بده قدرة اللحظية لقوة الاحتكاك طيب نحله عادي هلا instantaneous power ونذكر العلاقة تبعدها مقدار القوة في مقدار السرعة اللحظية cosine theta صح بالنسبة لقوة الاحتكاك صار عندي مقدار قوة الاحتكاك مقدار السرعة cosine theta هلا الجسم نازل للأسفل دائما قوة الاحتكاك اتجاه شماله معاكس لاتجاه الحرك اذا الزاوية بينهم كام 180 درجة تمام اذا theta equals 180 هلا V معنا بس قوة الاحتكاك مش معنا كيف نوجدها بالزبط محصلة القوة الصفر بشوف القوة بتأثر شو بيأثر عليها هذا الاسفل m g sine theta والاتجاه المعاكس قوة الاحتكاك اذا بحكي على طول مقدار قوة الاحتكاك شو يساوي m g sine theta عوض بس substitute for f k شو رح يصير عن now minus 29.4 watts